نعر رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي الذي توفي إثر عملية اختيال غاضرة وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أكد رئيس السيسي أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة شينزو أبي موضحا أنه كان صديقا مخلصا لمصر ومحبا وداعما لها في كل الأوقات والظروف وأضف الرئيس السيسي أن العلاقات التنائية بين مصر واليابان شهدت في عهده تطورا غير مسبوك على جميع الأسعدة موجهن التعزية للشعب الياباني لفقدانه مثل هذا القائد العظيم هذا وأكد رئيس السيسي أن مصر لن تنسى ما قدمه تشينزو أبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي